أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله مصنع على محمد وآل محمد وعجل فرجعه والعب ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين بعدما عرفنا البارحة أن أحد كبار أئمة أهل الخلاف وهو إمام المالكية مالك بن أنس كان يقدم على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو شائع من عمل العرف عرف الناس وكان بهذا لا يستحي من أن يرد السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله لأنه لم يعمل بها وعرفنا أن ما يمكن أن يقدم كعذر لمالك هذا في هذا الشأن إنما هو عذر واهن فأولا إن المعتمد دائما يكون هو الدليل الدليل الشرعي من الكتاب والسنة ولا يمكن رد هذا الدليل بظن أنه قد نسخ أو أنه قد قيد أو أنه قد أبطل أو أنه لم يفهم أو نحو ذلك بالرجوع إلى عمل الناس مهما كانوا كبارا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كبارا في العلم أو الصحبة أو الاتباع أو صغارا من عوام الناس لأن الدليل الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صح وقام ونهض بالحجة كان ما هو خلافه أولى بأن يرد وإن احتمله كونه راجعا لدليل شرعي إذ غاية ما يقالها هنا أن هؤلاء فهموا الدليل على هذا النحو فلرب فهمهم كان فهما مغلوطا أو أن هؤلاء قد بلغهم نسخ ما لهذا الدليل وَلَرُبَّ هَذَا الَّذِي بَلَغَهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْرِفُهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ لرب أنه لم يبلغ ونحو ذلك مما نلحظ أن هذا المبنى مبنى عمل أهل المدينة الذي أصله مالك بن أنس لشطب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وردها هكذا هذا المبنى في أحسن حالاته لا يعد أو لا يخرج عن دائرة الظن والظن لا يغني من الحق شيئا نقول هنا إن مالكا هذا لم يتوقف عند هذا الحد في رد السنة الصحيحة والإفتاء بخلافها لم يتوقف عند حد أني أرد السنة لعمل أهل المدينة المخالف فأقدم العمل والعرف الذي هو سائد وأرد به حديث النبي الصحيح بل تعدى هذا الطور إلى تقديم أمرين آخرين على السنة الصحيحة أما الأمر الأول فهو القياس وأما الأمر الثاني فهو الاستحسان هذاني أي القياس والاستحسان أصلاني من أصول أهل الخلاف المرفوضة من قبل أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم الأبرار أهل الخلاف يعملون بالقياس كما يعملون بالاستحسان فيستنبطون عليهما أي على هذين الأصلين يستنبطون أحكاما ما أنزل الله بها من سلطة ما هو القياس المفروض هو أنه قياس فرع على أصل ولكن في هذا الشأن تفصيل هناك قياسان أحدهما صحيح ومقبول لأنه في حقيقته حكم بالدليل والآخر مرفوض وباطل لأنه حكم بالظن أما الأول فيطلق عليه في علم أصول الفقه قياس منصوص العلة وأما الثاني فيطلق عليه في علم أصول الفقه القياس الظني الأول مقبول عندنا والثاني مرفوض ومشكلتنا مع أهل الخلاف أنهم لا يعملون بالأول فقط بل يعملون بالثاني وهو الغالب على أقيستهم حتى يتبين الفرق بين القياسين نضرب مثالا عندنا حديث شريف عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه مضمونه إنما البئر واسع لا يغيره شيء إلا أو لا تغيره النجاسة إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه شيء من هذا القبيل لأن له مادة ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة ولنفترض أنها قطرة من دم هل يتنجس هذا الماء حتى وإن افترضنا أنه كان في مجموعه دون الكر يتنجس الجواب كلا لماذا الإمام عليه السلام يقول لأن له مادة هذا التعليل بيّن العلة هنا نص على العلة شون يعني لأن له مادة أي أن له شيئا يمده شيء يمده ماء دائما يخرج من ماء البئر صحيح هذا المدد من الماء يجعل هذا الماء يتجدد فالنجاسة ماذا تضمحل فيمكن لنا أن نشرب من هذا الماء حتى وإن علمنا بوقوع النجاسة فيه فإنه لم يتنجس إلا اللهم إذا تغير لونه مثلا فغلبت عليه النجاسة فحينئذ علينا أن نلبث وننتظر فننزح منه مثلا بعضا من الماء إلى أن يتجدد فيطر لكن إذا مجرد قطرة أو قطرات من النجاسة وقعت فيه ونحن قد رأينا ذلك لكن الماء لم تتغير أوصافه فهو باق على طهارته فيمكن الشرب منه والوضوء منه كذلك لأن له ماد الآن لنا أن نقيس قياس منصوص العلة فماذا نقول نقول وجدنا ليس بئرا بل وجدنا عينا العين تختلف عن البئر عينا من عيون المياه وهذه العين كذلك وقعت فيها نجاسة ولم تتغير الأوصاف فهل الماء هذا ماء معتصم بمعنى أنه ماء طاهر يمكن استعماله الجواب نعم الجواب نعم لماذا أحسنتم قسنا قياس منصوص العلة الإمام قال الإمام قال لأن له مادة البئر له مادة والعين الجارية كذلك لها مادة هناك ما يمدها من الماء من باطن الأرض فهذا القياس صحيح لأنه في حقيقته ماذا رجوع إلى الدليل لأن له مادة رجوع إلى هذه العلة المنصوصة نص عليها فلا إشكال في ذلك بل أكثر من هذا الآن هذه المياه اللي متعارفة في زماننا التي هي من خلال أنابيب الإسالة هذه كذلك لها مادة صحيح هي متصلة بأحواض كبيرة أو خزانات مياه كبيرة وهذه تمدها وتتجدد باستمرار فكذلك يحكم على هذا الماء بأنه ماء معتصم ما دام متصلة التفتوا إذا الماء ما زال متصل صار واضح ماء الآن هذا الحنفية أنت فاتحها والماء واقع في هذا الحوض والحوض هذا وقعت فيه مثلا نجاسة ولتكن قطرة من دم والماء متصل وله مادة فهذا الماء الباقي الآن في الحوض ماء لم يتنجس لم يتنجس إلا إذا تغيرت أوصافه أي اللون أو الطعم أو الرائح نعم يعني اضمحلت يعني لابد أنه تضمحل شيئا ما ما دام لم تتغير الأوصاف أو هي في طور الاضمحلال حتى إن كانت في طور الاضمحلال فلا إشكال كيف حكمنا بهذا الحكم الآن على هذه المياه التي تجري في أنابيب الأنابيب المتعارفة أنابيب الإسالة هذه لأننا طبقنا النص أو علة النص وهو لأن له مادة هذا القياس قياس صحيح مقبول شرعا النوع الآخر من القياس المرفوض ما هو هو القياس الظني نقول الإمام الرضا عليه السلام قال الماء يبقى طاهرا يعني مؤدى كلامه الشريف يبقى طاهرا ما دام له مادة أو ما دامت له مادة فنأتي ونقول إذا كان عندنا ماء مضاف أو عصير وله مادة كذلك تمده ووقعت فيه نجاسة فلم يتنجس قياسا على هذا هذا القياس يسوي أبو حنيفة يسوي مالك يسوي أمثال هؤلاء إحنا من سوي نقول الله هذا باطل شلون يصير هذا قياس ظني الرواية تقول الماء لا تقول الماء المضاف يعني مثل ماء الورد مثلا افرض الآن عندنا ماء ورد له مادة بسوي لخزانات ضخمة مثلا كبيرة وتستمر بالضاخ وكذا لكن ماء ورد هو في العرف هذا ليس ماء مطلقة بل ماء مضاف ويتجدد خلي نفرض هكذا ولكن وقع فيه ماذا شيء من النجاسة حتى وإن لم تتغير الأوصاف فنحكم بنجاسة كل الماء يقال هذا له مادة نقول نعم له مادة ولكن المادة ليست مطلق الماء بل ماء مضاف أو عصير مثلا خلينا افترض هذا الذي لا يصح صار واضح كذلك إذا بلغ الماء كرا مقدار الكر ووقعت فيه نجاسة فإنه كذلك لا يتنجس إلا إذا تغيرت الأوصاف أما إذا كان الماء ماء ورد أو عصير أو أي نوع من أنواع المياه المضاف فخلي نقول ماء مضاف في نظر العرف فكذلك ما نحكم عليه بالطهارة بل نحكم عليه بأنه قد تنجس لا يصح أن نقيس قياسا ظنيا يقولون هذا مثل هذا لا مو مثل هذا هذا ماء وهذا ماء مضاف العلة لا تشمل الماء يمكن أن تشمل ويمكن أن لا تشمل فيبقى هذا في نطاق ماذا؟ الظن وهذا القياس الظني المرفوض نحن مع هذا كله يعني في فقهنا الشيعي أما بالنسبة إلى القياس الظني فلا نعمل به مخالفونا يعملون به أما بالنسبة إلى القياس المنصوص العلة نعمل به لكن إن افترضنا أن قياس منصوص العلة في إحدى نتائجه صادم خبرا عن رسول الله أو عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام فالأولوية بالعمل لأيهما؟ للخبر أي نقدم الحديث أي السنة على قياس منصوص العلة الصحيح مو القياس الظني حتى هذا القسم من القياس نبطله إذا ما جاءنا الخبر الصحيح مخالفونا وعلى الأخص مالك لعنه الله انظروا إلى الجسارة على الشريعة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله لا يستحي من أن يؤصل لهذا وهو تقديم القياس مطلقا على ماذا؟ على خبر أو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الصحيح حتى إن حملناه حملنا ما يعنيه بالقياس هنا القياس الصحيح أي القياس منصوص العلة فهذا القياس منصوص العلة يفترض أن يتوقف عند حد الحديث الذي يصادمه لأن قياسك هذا وإن كان صحيحا إنما هو عملية عقلية استنتاجية قياس فرع على أصل وقد يكون الاستنتاج صحيحا لكن لكل استنتاج صحيح وصلت إليه يمكن أن يكون هناك أن تكون هناك استثناءات فهذا الاستدلال مثلا أنت استدلت على أنه هذا الفرع وهذا الفرع وهذا الفرع كلها ترجع إلى أصل منصوص بعلته فسريت الحكم من الأصل إلى هذه الفروع وإذا بفرع من هذه الفروع يأتيك حديث يخالف هذا الاستنتاج فالواجب ما هو أن تقدم الحديث وتقول الشريعة أعرف بنفسها مني هي هنا استثنت الباقي أسري فيه الحكم أما هنا أستثني بناء على الحديث مالك لا يفعل هذا بل يغلب القياس فيرد أيضا طائفة من الأحاديث النبوية الصحيحة بدعوى أن القياس له هيمنة عليها وهذا صريح ما نص عليه القرافي المالكي في كتابه تنقيح الفصول أو شرح تنقيح الفصول في الصفحة ثلاثمائة وسبع وثمانين يقول بالنص بعدما ذكر مسألة القياس يقول وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله لأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الخبر كارثة أخرى من كوارثه وبطبيعة الحال أنتم تعلمون أن العمل بالقياس الظني الباطل كان مورد نكير أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بدءا من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي يروى عنه قوله لو كان الدين بالقياس مضمون قوله الشريف لو كان الدين بالقياس لكان باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما لأنه إذا تريد تقيس وتخلي قياسك ظني وتأخذ بالرأي تقول أنا أغسل باطن القدم أو أمسح باطن القدم أولى من مسح ماذا ظاهر القدم لأنه باطن القدم هي اللي عادة تطأ الأرض ممكن مثلا تتنجس أو ممكن تتلوث فهي الأولى بأن تمسح من ظاهر القدم صحيح عادة ظاهر القدم أنظف بس هذا رأي هذا قياس ظني هذا هذا الخبر أيضا بالمناسبة أهل الخلاف يروونه وهو مشهور عندهم لكن بلفظ آخر لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره لأنهم عندهم جواز المسح على الخفين في وضوئهم هذا طبعا عندنا باطل أيضا وذات مرة أبو حنيفة لعنه الله كان في محضر الصادق صلوات الله عليه فقال له الصادق يا أبا حنيفة لا تقس فإن أول من قاس إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فإذن أئمة أهل البيت عليه السلام وقفوا موقفا شديدا ضد هذا القياس الشيطاني لأنه هذا أصل إبليسي أصل شيطاني هذا القياس هذا النوع من القياس ولكن أصله أبو حنيفة ومضى عليه في جوانب كثيرة مالك بن أنس رغم ما أثر عنه من ذمه في بعض الأحيان لكن سيتبين لكم إن شاء الله في مطاوي هذه الورقة البحثية أو ما سيأتي إن شاء الله من أوراق بحثية ضمن هذه السلسلة أن مالكا هذا كثيرا ما كان يتناقض يعني هو يذم تارة العمل بالقياس مثلا في بعض الجوانب لكنه يعمل به في أسوأ فروضه وحالاته في جوانب أخرى كما تبين البارحة مثلا أنه لما يتحجج أو يتمترس وراء عمل أهل المدينة إلا أنه كثيرا ما شذ عن كل هذا العمل وأتى بأقوال وأحكام لا تعرف إطلاقا من عمل أهل المدينة ولا حتى الفقهاء السبعة المصطلح عليهم بهذا الاصطلاح عند أهل الخلاف وكذلك سيأتي أنه كان يذم العمل بالرأي ولكنه كثيرا ما كان يعمل بالرأي وهذه هي يعني سليقة أئمة أهل الخلاف بصراحة يعني يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ويقولون كلاما وينقضونه ولا تكاد ترى لهم ثباتا على شيء طيب الأمر الآخر الاستحسان وهذا الأصل عند أهل الخلاف مصيبة المصائب واختلفوا في تفسيره اختلافا عظيما كل قوم جاءوا بتعريف يخالف تعريفات الأقوام الآخرين لما هي هذا الاستحسان ما هو لعل أشمل التعريفات خاصة الاستحسان المالكي هو ما جاء في كتاب الاعتصام للشاطبي في المجلد الثاني الصفحة 638 عن ابن العربي من العربي المالكي عرف الاستحسان بهذا التعريف يقول الاستحسان شوفوا التفتوا للعبارة شوية عبارة فقهية تحتاج دقة الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل يعني عندك دليل من الكتاب من السنة الصحيحة تتركه لأي شيء على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته يعني من أجل أن تترخص مثلا تترك الدليل لا تحكم بموجبه لأنه يعارض شيء شيء ما من مقتضيات مقتضيات هذا الدليل يقول وقسمه أقساما يعني الشاطبي ينقل عن ابن العربي أنه قسم هذا الاستحسان إلى أقسام عد منها أربعة أقسام وهي شوف شوف القسم الأول الفضيحة ترك الدليل للعرف الله أكبر يعني حديث صحيح يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله نتركه هكذا جزافا نقول ليش بأي دليل تركتمه جاءكم دليل آخر صادم هذا الحديث كتاب الله مثلا بأي دليل تركتمه نقول عرف الناس عرف الناس طبعا ابن العربي المالكي إنما يقرر الأصول المالكية التي يفترض أن تنتهي كلها إلى من؟ إلى إمام المذهب هذا القسم الأول ترك الدليل للعرف قسم الثاني وتركه للمصلحة والقسم الثالث وتركه لليسير قسم الرابع وتركه لرفع المشقة فهذا ممكن تصحيحه مثلا ما جعله يعني إنه ماكو مشقة في الدين ماكو حرج في الدين وإيثار التوسعة يعني إذا أردنا أن نصحح بعض هذه الأقسام يمكن تصحيحها ننحت إنجاز التعبير يعني بصناعة فقهية من الكتاب والسنة ما يمكن تصحيح بعض هذه الأقسام لكن بعضها الأول كيف يمكن تصحيحه تركه الدليل للعرف هذا شوء يصير وأدهى من هذا في نفس المصدر في كتاب الاعتصام للشاطبي عبارة عجيبة عن مالك يقول جاء عن مالك أن الاستحسان تسعة أعشار العلم أو الدين يقول رواه أصبغ عن ابن القاسم عن مالك مالك يقول الاستحسان تسعة أعشار الدين أو العلم يعني معنى ذلك أن ديننا يتحول في تسعين بالمئة منه إلى دين استحساني ما نستحسنه بعبارة مختصرة بطبيعة الحال حين يستحسنون لا يخلون استحسانهم من محاولة أن يلوذوا بشيء من الأدلة ولكن يبقى استحسانا يبقى استحسانا لا يرجع فيه إلى دليل نصي والاستحسان عندنا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام مرفوض جملة وتفصيل ولذلك تلاحظون في كتبنا الفقهية المطولة المفصلة أنه حين يستدرك فقيه على فقيه كثيرا ما يمكن الاستدراك أو تلاحظون أن الاستدراك لوجود شبهة استحسان شبهة شبهة فقيهم يا فقه ربما بناء على الأدلة يصل إلى نتيجة لكن مخاض الوصول إلى النتيجة ربما يمر ببعض القنوات التي قد يستشعر منها أنه قد استحسن برأيه شيئا ما فتجد مئة فقيه يقف أمامه فيما بعد يقف في وجه ويقول قف هذا استحسان أما عند أهل الخلاف فهذه الأمور تمر مرور الكرام صير سهل جدا لماذا؟ لأن الاستحسان تسعة أعشار الدين ما أقبح هذه الكلمة خاصة مع عدم الاتفاق على تعريف محدد لهذا الاستحسان المزعوم تعلمون أنه إذا لم يعرف أصل ما فإن الباب يكون مفتوحا على مصراعيه لكل أحد لأن يحكم بحكم مرجعا إياه لهذا الأصل المبهم غير المعروف يقول لك شنو دليلك يقول الاستحسان هذا دليل وهو شنو هذا الاستحسان ما عرفنا كل واحد يقول كلام أشمل تلك التعريفات تعريف ابن العربي يقول لك ترك الدليل للعرف يقول لك خلص إذن أو هذا عرف بعض مشينا على هذا العرف كفى الله المؤمنين القتال هذا عبث بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله والشيء هنا يذكر إخواني أنكم تجدون بعضا من النواصب والمخالفين يشنعون علينا روايتنا عن أئمتنا عليهم السلام إن التقية تسعة أعشار الدين فيقولوا انظروا إذن معناها أنه شنو أنه يعني هؤلاء دينهم هو التقية وأنه تسعين بالمئة من دينهم هو تقية ونفاق وكذب ودجل وخداع وهذه طبعا مغالطة لماذا؟ لأنهم أولا لم يفهموا هذا الحديث وهذه مصيبة بل حتى قسم من الشيعة مع الأسف ما فهموا هذا الحديث يتصورون أن الإمام عليه السلام لما قال تسعة أعشار الدين في التقية يتصورون أن المقصود بذلك العمل بالتقية بحيث أن الإنسان علي أن يلاحظ أحماله يحاول يخليها تسعين بالمئة شنو من باب التقية وإلا دينه ممقبول هذا تفسير تافه ومع الأسف وقع فيه من وقع التفسير الصحيح هذا أنه إذا قسمنا الدين إلى يعني عشرة أجزاء التقية يمكن أن تدخل على تسعة أجزاء منها يبقى جزء واحد لا يمكن أن تدخل فيه التقية كما لو أحق باطل أو أبطل حق صار واضح مستثنيات التقية المعروفة التي ذكرناها أكثر من مرة ففي باقي الأبواب في باقي الأجزاء يمكن أن تدخل التقية من باب الاضطرار وما هي التقية أن الإنسان يجبر يقهر على مخالفة دينه حفظا لنفسي إلا أن تتقوا منهم تقاه فيمكن للإنسان مثلا إذا ما خير بين أن يقتل أو أن يصلي صلاة بدعية يصلي مكفرا يعني أو قابضا كما عند المذاهب المبتدعة له هنا أن يعمل بهذه الرخصة فيصلي مكفرا وصلاته صحيحة من باب التقية التي رخص بها الله عز وجل لعباده دينهم التقية من الدين تسعة أعشار الدين في التقية أو التقية في تسعة أعشار الدين أي أنها تدخل في كثير من أبواب الدين لكنها لا تدخل في الباب الخاص إنجاز التعبير الذي حين ذاك لا بد أن تمد رقبتك للسيف ليست التقية تعني خداعا ولا مداهنة لأهل الباطل التقية ليست هكذا ولا قولا بالباطل في غير مورد الإكراه أو الضرر أو غلبة المفسدة أبدا ليست هذه التقية وأيضا هذا الحديث الشائع بهذا اللفظ غلط التقية ديني ودين آبائي غلط اللفظ الصحيح التقية من ديني ودين آبائي رخص من الله عز وجل أين هذا المعنى الصحيح من ذلك المعنى يعني أيهما أفضع وأشنع تسعة أعشار الدين في التقية على المعنى الذي فسرناه ووضحناه وهو لا شيء فيه حتى للعلم أئمة أهل الخلاف يوافقون على هذا المعنى بالمناسبة لعلنا في المستقبل نفرد لهذا القول أو لهذه المسألة بحثا خاصا أو ورقة بحثية لآتيكم بأقوال أئمة أهل الخلاف في التقية وشرعيتها وكيف عملوا بها حتى التقية المغلوطة أيضا عملوا بها وما زالوا يعني يفتون طبقا لتوجهات الحكام مثلا أو توجهات المجتمع ويعتبرون ذلك تقية لطالما فعل ذلك فقهاؤهم نحن لا نفعل هذا الشذاذ منا يفعلونه البترية يفعلونها يفعلونه مثلا المنحرفون أهل العالم الثالث يفعلون هذا مثلا لكن الأتقياء الصلحاء من فقهائنا من أهل العلم منا لا يفعلون ذلك نقول أين هذا المعنى الصحيح الذي لا شيء فيه من ذلك المعنى القبيح الذي جاء به مالك بن أنس أيهما أولى بالتشنيع وبالإنكار إذا جاءك الناصب أو الناصبي وقال لك أنتم تسعة وعشار دينكم في التقية قل له أنتم تسعة وعشار دينكم في شنو في الاستحسان تسعة وعشار دينكم في الاستحسان أنتم تركوا الدليل للعرف وتزعمون بعد هذا أنكم أهل السنة أنتم أهل استحسان مو أهل السنة إذا تسعة وعشار الدين وتسعة وعشار العلم يكون استحسانا ماذا يبقى من الدين إذن وبالفعل تجد يعني خاصة الخبير بفقه أهل الخلاف يجد أن أحكامهم في مجملها استحسانية في مجملها يعني الدليل يصرفه عن معناه ويستدل به لنتيجة استحسانية سواء أقر به أو لم يقر أقر بأن هذه النتيجة استحسانية أم لم يقر بالنتيجة هي عملية استحسانية وكثيرا ما يرد الدليل هكذا صراحة لأنه يستحسن شيئا آخر ويرجعه إلى العرف أو العادة أو عمل أهل المدينة أو ضرب من المصلحة أو دفع للمفسدة أو المصالح المرسلة كما لديهم وغير ذلك من أمور إلى أن أدت هذه العملية إلى نتائج بالغة الخطورة دمرت الشريعة وخربت هذا الدين مالك بن أنس مثلا له فتوى استحسانية عجيبة هذه الفتوى ينقلها ابن حزم في المحلة في الجزء التاسع الصفحة 455 ضمن بحثه مسألة تزويج المرأة بلا ولي هم عندهم هذا الزواج طبعا باطل نحن عندنا الأحوط وجوبا اشتراك اشتراك الولي إذا كان أبا أو جدا مع البنت الباكر فقط في عقد النكاح في عقد النكاح في الزواج أما المرأة الثيب مثلا لا ولاية عليها على سبيل المثال هم عندهم لا لا زواج إلا أو لا نكاح شنو لا نكاح إلا بولي وشاهدين ما يصح عندهم نكاح بغير ولي ولا شاهدين يعني حتى المرأة التي أصلا انقطعت من شجرة كما يقال ليس لها أولياء البتة يقولون ولايتها تكون للقاضي تروح للقاضي هو القاضي لازم يزوجه هي بنفسها تزوج نفسها ما يصير احنا ما عندنا هذا الكلام الشاهد هنا أين انظروا إلى مالك كيف استثنى من هذا الحكم استثناء عجيبا استثناء تمييزيا عنصرية يعني بدافع العنصرية المقيتة فقال كما في المحلة التفتوا يقول وقال مالك أما الدنيئة كالسوداء يعني المرأة الدنيئة في عقيدة مالك من هي المرأة السوداء أو التي أسلمت يعني حديثة الإسلام مرأة دنيئة تخيل مرأة حديثة الإسلام دنيئة أو الفقيرة الفقيرة دنيئة وبعد جيب جيب أكثر خلينا نشوف الفضايح أكثر أو النباطية الله أكبر يعني ما لها ذنب سوى أنها تنتمي لهؤلاء القوم الأنباط إمرأة النباطية دنيئة عند مالك ابن أنس شوف التفت أو المولات يعني الأمة هذه الأصناف من النساء الدنيئات عند مالك فإن زوجها الجار وغيره ممن ليس هو لها بوليين فهو جائزون أنت قاعد ببيتك عندك جيران أنت لك ولاية عليهم مالك ولاية عليهم بس ذول عندهم بنت شنو دنيئة سوداء سبحان الله الله خالقها هكذا خلاص هذه دنيئة أنت تروح تزوجها روما عن أنفها ما كو مشكلة فقيرة قوم من الأنباط من غير العرب من الأمازيغ من الأحباش من أي يكن تروح تزوجها طبيعي ما كو أي مشكلة بل المرأة التي أسلمت للتو يعني ما تكون سوداء وكأنه سواد اللون يعني عيب يعني زين أو دناء على هذا أحسنتم عايشة تطلع أكبر أكبر دنيئة تصير وهو بالفعل امرأة دنيئة خسيسة كانت امرأة كانت سوداء يلا المهم امرأة للتو أسلمت يعني مثلا أسلمت امرأة أسلمت امرأة انجليزية أسلمت بارحة أسلمت اليوم صارت مسلمة هذا يروح يزوجها يقول شلون زوج أنت ليس لك ولاية عليها يقول شلون ما لولاية عليها مالك ابن أنس يقول المرأة أنا لحق أزوجها بكيف بعد خلص ماكو مشكل أي مثل عمر هو ليش قلنا احنا البارحة قلنا أنه المتتبع يعلم وإن شاء الله تكتشفون هذا لاحقا أنه فقه مالك ابن أنس مبني على ما يسمى فقه ابن عمر وفقه ابن عمر مبني على فقه أبيه وهذا المسلك مسلك مخالفة النصوص ضرب الشريعة ضرب السنة النبوية بدأ من يوم رزية الخميس لما قال ذلك اللعين أن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله فمشت هذه بعد الصفة هذه مشت إلى أن وصلت إلى الوريث الشرعي مالك ابن أنس يقول أما الدنيئة كالسوداء أو التي أسلمت أو الفقيرة أو النبطية أو المولاة فإن زوجها الجار وغيره ممن ليس هو لها بولي فهو جائز وأما المرأة التي لها الموضع يعني لها قيمة يعني لها قيمة فإن زوجها غير وليها فرق بينهما ما يصير لأنه لا ولاية له عليها فإن أجاز ذلك الولي أو السلطان جاز يعني يروحون يشوفون وليها الشرعي من هو فإذا أجاز هذا النكاح مشه مضى هذا النكاح أو السلطان باعتبار ولاية السلطان يعني زين أكو حالة معينة هذه غريبة عجيبة هذا يجيب فتاوى من ما أدري من جيبة يجيب فإن تقادم أمرها يعني هذه المرأة التي زوجت من غير الولي الشرعي وتقادم أمرها من فترة زوجت ولم يفسخ ما فسخ عقد نكاحها وولدت له الأولاد جابت أولاد لزوجها لم يفسخ يعني المهم تطول المدة شوية وما أحد ينتبه مثلا وبعدين تضعهم أمام الأمر الواقع جايبة مننا ولد بعدين يقول لها عمي مبارك عليك هذا الزواج وإن كان النكاح بالأصل شنو باطلا بالتقادم زواج بالتقادم زواج بالتقادم ابن حزم يهزأ بهذا الكلام ويرد على مالك فيقول وأما قول مالك فظاهر الفساد لأنه فرق بين الدنية وغير الدنية هو الإسلام يفرق بناء على هذا التفريق وما علمنا الدناءة إلا معاص الله تعالى الدناء الحقيقية هي ماذا المرأة الدنية هي من في الحقيقة ليست سوداء اللون ولا ما أدري الفقيرة ولا النبطية غير العربية ولا التي أسلمت ولا الجارية أو الأم بالعكس الامرأة الدنية حقا هي العاصية لله تعالى هذه المرأة الدنية ومع ذلك الإسلام لا يفرق في الحكم بين العاصية وغير العاصية في العقود والإيقاعات ونحو ذلك عائشة امرأة دنيئة عندنا ليس لأنها سوداء اللون سواد اللون ليس عيبا إنما هي امرأة دنيئة لأي شيء لأنها عصت الله ورسوله صلى الله عليه وعليه وإلا كم من امرأة سوداء اللون وهي من البارات التقيات سيدتنا سمية والدة عمار عليها الرضوان وعلى ابنها سوداء اللون كانت وجارية أما كانت لكن كلنا نقول ماذا سيدتنا سمية لأنها امرأة شريفة ليس الدنيئة إذ اتقت الله عز وجل وأطاعته وضحت بنفسها من أجل الدين أما في المقابل أم الحكم أو هند لش الروح لأم الحكم هند هند بنت عتبة لعنها الله ولعن أباها ولعن بعلها وبنيها أيضا هذه كانت بيضاء اللون لكنها دنيئة لأنها آكلة الأكبات يرد ابن حزم على مالك قائلا وأما قول مالك فظاهر الفساد لأنه فرق بين الدنية وغير الدنية وما علمنا الدناءة إلا معاص الله تعالى وأما السوداء والمولات فقد كانت أم أيمن رضي الله عنها سوداء ومولات وَاللَّهِ وَوَاللَّهِ أَمْ أَيْمَنْ أَمْ أَيْمَنْ مَوْلَاتُ وَرَسُولِ اللَّهِ وَقَدْ كَانَتْ سَيِّدَةٍ سَوْدَاءً هَلْ هَذَا كَانَ يُنْقِصُهَا بِشَيْءٍ أو يغير حكمها بحيث يمكن تزويجها بغير وليها إنجاز التعبير ونجعل لها وليا آخر وإن كان جارا لها باعتبار أنها دنيئة والعياذ بالله وأما الفقيرة فما الفقر دناءة فقد كان في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الفقير الذي أهلكه الفقر وهم أهل الشرف والرفعة حقا كلام واضح الفقر لو كان دناء معظم الأنبياء كانوا فقراء معظم الأوصياء كانوا فقراء وقد كان قارون وفرعون وهامان من الغنى بحيث عرف وهم أهل الدناءة والرذالة حقا وأما النبطية فرب نبطية لا يطمع فيها كثير من قريش ليسارها وعلو حالها في الدنيا ممكن امرأة نبطية لكن حتى القرشيين الذين هم يفترض يعني سادة العرب اللي شايفين نفسهم أنفة وقريش هذه ما يطمعون حتى بأن تقبل الزواج منهم صحيح؟ لعلو أمرها ليسارها ورب بنت خليفة حلكت فاقة وجهدا وضياعة وممكن امرأة تكون بنت خليفة من خلفائهم فهي افترض من أهل الشرف لكنها ماذا؟ تهلك ضياعا وفاقة وفقرا فلا أحد ينظر إليها ولا يهتم بها يعني يريد أن يقول ابن حزم أن موازينك يا مالك موازين شنو؟ مختلة هي عنصرية موازين تافهة ثم قوله يفرق بينهما فإن طال الأمر وولدت منه الأولاد لم يفرق بينهما فهذا عين الخطأ من أن جبت هذا؟ أنه إذا تقادم الزواج وجابت أولاد يثبت الزواج أما إذا لا للتو اكتشفنا الأمر فيفسخ العقد يقول إنما هو حق أو باطل الآن هذا عقد الزواج إنما كان حقا وإما كان باطلا ولا سبيل إلى ثالث فإن كان حقا يعني النكاح عقد النكاح كان حقا وكان صحيحا مكتمل الأركان والشرائط فليس لأحد نقض الحق إثر عقده ولا بعد ذلك إذا كان العقد صحيحا تاما يمكن لأحد أن ينقضه من بعده أبدا لا يمكن وإن كان باطلا فالباطل مردود أبدا إلا أن يأتي نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيوقف عنده إذا العقد أصلا كان باطلا لا يمكن تصحيحه فإذا يبقى باطلا إلا أن يأتينا نص يصحح هذا العقد كما هو في مثال عقود وأنكحة أهل الجاهلية هي بالأصل باطلة لكن الإسلام ماذا جاء بنص أجازها إذا ما أسلم الزوجان فيرداني لبعضهما بالنكاح الأول إذن العمدة هي ماذا الدليل أما أنت ما عندك دليل نكاح المفروض هو باطل لأنه بلا ولي صحيح كيف بعدئذ تصححه لمجرد أنها جابت مننا أولاد هذا هو الاستحسان أنه يستحسن يقول لا بعد مو معقولة جابت أولاد وبعد صارت أسرة سعيدة ومع بعض شلون نفرق بينهما الآن بهالسهولة لا هذا الشيء يعني نستقبحه فنستحسن إمضاء العقد هو العقد باطل بالأصل عند مالك بس يلا بعد الأمور مشت هالشكل مشيها مثل ما يقولون بعض الأخوة يجون يسئلوني مسألة فقهية أقول لهذا ما يجوز يقول لي شيخنا مشيها كأنه دين أبويا هذا لا هذه طريقة مالك بن أنس هذه مشيها طريقة مالك بن أنس قال وما نعلم قول مالك هذا قاله أحد قبله ولا غيره هذا القول شاذ تماما تفرد به مالك هذا الحكم هذه العبارة جدا مهمة حتى تدل المخدوعين بمالك على حقيقة إمامهم هذا اللعين الخبيث الخبيث الذي جاء بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان ليس عليها دليل لا من كتاب لا من سنة ولم يوافقه أحد في هذا الحكم ألبته على الإطلاق شاذ تماما في حكمه هذا دليله ما هو الاستحسان فقط استحسن هذا الأمر حتى لا عمل أهل المدينة لأنه لو عمل أهل المدينة ما يقول ابن حزم أنه ما علمنا أحدا عمل بهذا أو أفتى بهذا إلا مالك وأصحابه وين إذن عمل أهل المدينة هذا هو الرجل السني حقا الذي تزعمون أنه إمام أهل السنة إمام أهل السنة على شنو إمام أهل البدعة هذه البدعة جاء بها طبقا لقواعدكم التفتوا أنا أتكلم هنا طبقا لقواعد وأصول وفقه أهل الخلاف فقط حتى أبين للعامة أنهم خدعوا بأناس حسبوهم من أهل السنة وأنهم مناصرون للسنة عاملون بالسنة لكن الواقع العملي خلاف ذلك ليسوا من أهل السنة قال وَمَا نَعْلَمُ قَوْلَ مَالِكٍ هَذَا قَالَهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا مَنْ قَلَّدَهُ اللي مقالدين مالك من المالكية وَلَا مُتَعَلَّقٌ لَهُ بِقُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا بِأَثَرٍ مِنْ يَصِرْفَهُ جئنا بها مثالا حتى تتضح الأمور حتى الناس تعرف أننا لا نتهم جزافا حين نقول إن مالكا وأضرابه ليسوا من أهل السنة لقد خدعوكم يا قوم هذه أدلتنا من كتبكم من مصادركم من أقوال فقهائكم أيضا ومن اعترافاتهم وشهادة بعضهم على بعض مجرد استحسان يفتي كيف كأنه دين أبو أو دين أمة هذا هو السني حقا أم السني الذي لا يعد سنة النبي صلى الله عليه وآله ويصير إليها حيثما صارت ويميل إليها حيثما مالت وإن خالفت العرف وإن خالفت الأقيسة سواء الصحيحة أو الباطلة وإن خالفت ما أدري المصالح المرسلة وإن خالفت الاستحسان والذوق يمضي يقول أنا سني أنا أمشي على ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وثم ما هذه الأحكام الجاهلية التي جاء بها هذا الجاهلي الخبيث أحكام عنصرية كيف رد النصوص الواضح كتابا وسنة التي تدل على سواسية المسلمين إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى الناس سواسية كأسنان المشط يعني هذه من مفاخر ديننا أصلا دين الإسلام هذا مما يفخر به أنه دين لا يحتقر جنسا ولا عنصرا ولا يحتقر أحدا بسبب وضعه المعيشي يقول هذا فقير إذن هو دنيئ هذه فقيرة إذن هذه دنيئة لا يحتقر الناس بسبب ألوانهم وأشكالهم بل الجميع عنده سواسية وتجد اليوم أن كهنة البكرية والناطقين باسمها سواء من الأزهر وغير الأزهر في المؤتمرات الدولية في اللقاءات العامة فيما أدري الحوارات يدندنون بهذا ويتشدقون به يقولون دين الإسلام دين عالمي يستوعب كل البشر لسناك أديان أخرى عنصرية لسناك الدين اليهودي الذي يقول بشعب الله المختار صحيح؟ وأحكام اليهود تختلف عن أحكام غيرهم بل حتى قبائل اليهود فيهم تمييز في نفس الشريعة اليهودية المتخصصين يعرفون أنهم يميزون بين اليهود النصرانية أيضا كذلك رغم ما تدعيه من الصبغة صبغة أو تحاول أن تصبغ نفسها بصبغة عالمية إلا أن الحقيقة خلاف ذلك لمن نظر في كتب النصارى فيجد أنهم يحتقرون كذلك السود يحتقرون الناس لألوانهم نصوص مقدسة عندهم في ذلك وأن هذا السواد الذي أصيبوا به هو عقوبة من الله لهم أو لأجدادهم لجدهم حام ابن نوح مثلا وهذه أيضا بالمناسبة تسربت كإسرائيليات ونصرانيات في تراثنا الإسلامي والحمد لله نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام لا نعمل بمثل هذه الآثار وإن تسربت إلى بعض كتبنا لأنه تردها ماذا؟ آثار أخرى صحيحة عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام أصلا بعض أئمتنا الأطهار بالمناسبة بعض أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم كانوا إلى اللون الأسود أقرب ليس سوادا صرفا لكن إنما هي سمرة أهل الحجاز المعروفة وهناك رواية من الروايات مثلا أنه كان هناك رجل طبيب نصراني على ما ببالي في سامراء المقدسة الدولة العباسية دولة المتوكل كانت قد جاءت بكثير من هؤلاء الأطباء النصارى أو كذا أو ذوي المهن والحرف وجعلتهم في العاصمة العاصمة كانت سامرة وكان في تلك الفترة الإمام العاشر من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهاد النقي صلوات الله عليهم وكان أسمر اللون أقرب إلى السواد فذات مرة كان قد خرج من بيته الشريف على بغلة سوداء مرتديا ثيابا سوداء وعمامة سوداء فشاهده هذا النصراني النصراني هو ينقل رواية عندنا شريفة يقول رأيته في الطريق فقلت في نفسي ما هذا رجل أسود اللون يلبس سواد على بغلة سوداء إنما هو سواد في سواد في سواد يقول قلتها في نفسي هكذا الناس تشوف أحيانا مظاهر معينة وتقول أشياء في أنفسها يقول إلى أن مر الإمام بقرب مني فنظر إلي فقال لي إنما تنظر عينك السواد في السواد في السواد مضمون الرواية لسواد قلبك اندهش الرجل تسمر في مكانه أنه هذا كيف عرف بما في ضميري كيف قرأ بما في الضمائر شلون عرف لا حدثت أحدا كذا شيء هكذا بينه وبين نفسي أنا دهتكلم ما نطقت به لأحد كيف عرف آية من آياتي هذا الإمام المعصوم حجة الله على خلقه صلوات الله عليه وعلى ما يبالي أن الرجل أسلم بعدئذ الآن ما تذكر رواية قبل مدة يعني لاحظتها فالإسلام من مفاخره هذا أنه لا يميز بين الناس يأتي بالله عليكم هذا الخبيث مالك بن أنس ويفتي فتوى كهذه تجعلنا عرضة لمناوئي الإسلام أن يهاجموا الإسلام ويقولوا انظروا هذا هو إسلامكم كيف تدعون أن إسلامكم دين عالمي لا يميز بين البشر وأنتم تميزون بين البشر على أساس الجنس واللون والعرق بل حتى المستوى المعيشي الفقير دني عندكم ترتبون أحكاما معينة على الفقير ولا ترتبونه على ترتبونها على الغني المرأة الفقيرة لها أن تزوج بغير وليها بأن تأخذ جارا لها كولي مثلا في حين المرأة غير الفقيرة يعني المرأة الغنية لا ذات موضع هذه لازم يكون لها ولي يعني يليق بشأنها ومن أين جئت بهذا يا مالك بن أنس لا دليل لا من كتاب لا من سنة وإنما هو الاستحسان الصرف والهوى والرأي الشخصي المزاج مزاج مزاج هكذا ضيعوا دين محمد صلى الله عليه وآله بآرائهم الباطلة باستحساناتهم الشخصية بأقيستهم الفاسدة هكذا أضاعوا دين النبي صلى الله عليه وآله والمصيب أنهم يقولون هذه سنة النبي احنا أهل السنة تكذبون على من تضحكون على من قبح الله وجوهكم هذه ليست سنة النبي أبدا والله النبي ما قال هذا الكلام أمير المؤمنين علي صلى الله عليه هذا الإمام العظيم أول الأئمة الاثني عشر أخو رسول الله بل نفسه لكم كان يتألم من هذا الذي بدأ يلاحظه ويراه انطلاق موجة الإفتاء بالرأي والاستحسان والقياس الباطل وكل ذلك بسبب المسار الذي سارت فيه السقيفة ورموزها اللعناء فإنهم فتحوا هذا الباب كان يتألم هذا الإمام لماذا؟ لأنه المؤتمن على هذا الدين وعلى هذه الشريعة فإنه ولي عهد النبي ووصيه من بعده النبي أوصاه بأن يحفظ هذه الشريعة فكان يجاهدهم بلسانه وبيده من أجل أن يحفظ هذا الدين وقد حفظه عند من وفقهم الله عز وجل لأن ينالوا شرف التمسك بهذا الدين وهم شيعته أتباع علي بن أبي طالب عليهما السلام الذين ميزوا أنفسهم عن سائر هذه الأمة المخدوعة المضللة يقول أمير المؤمنين عليه السلام كما في نهج البلاغة في الخطبة الثامنة عشر الخطبة الثامنة عشر والتي يترجم لها الشريف الرضي بقوله ومن كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتية وفيه يذم أهل الرأي ويكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن قال ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه لطالما حصلت هذه يأتون إلى مالك ابن سلابي حنيفة فيقول له ما الحكم في هذه المسألة ينظر فلا يعرف حكما من كتاب أو سنة أو أحيانا يريد أن يرد متعمدا السنة ويقول هذا رأي وكان بعض الناس غير المتعلمين يأتون إلى بعض يا إمة أهل البيت عليه السلام فيسألونهم مسائل فإذا أجابوهم قالوا لهم أهذا من رأيكم كما حصل مثلا مع الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام كما في إحدى الروايات على ما في البال جاءه رجل استفتاه فأفتاه الإمام عليه السلام فقال له السائل أرأيت إن كان كذا وكذا ففورا نهره الإمام قال له ماه ما نقوله ما نقوله مضمون الرواية الشريفة إنما هو عن آبائنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل لسنا من أرأيت في شيء نحن مو من أهل ذول نفس أبو حنيفة ومالك هؤلاء لسنا من أضراب هؤلاء نفتي بالرأي لا كل فتاوانا إنما هي كتاب وسنة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله حكم من الأحكام يقول أمير المؤمنين عليه السلام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم الحاكم يعني السلطان يقصد فيصوب آراءهم جميعا عجيب هذا الأمر يعني هذا الرأي صائب وهذا الرأي صائب وهذا الرأي صائب طبعا أهل الخلاف كثير منهم مصوبة مصوبة يعني ماذا يعني الذين يصوبون الآراء المتخالفة ويقولون كلها دين الله نحن الشيعة نختلف نحن ماذا نيطلق علينا المخطئة نحن نقول لا رأي واحد أو حكم واحد هو الصائب الأحكام المتخالفة ليست كلها صائبة فنخطئ بقية الأحكام نعم إذا قصر الدليل عندنا فغاية ما نقول إن الحكم الذي نعمل به عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله الحكم الذي نعمل به وقصر الدليل عنه مما يحتمل الوجهين كان صائبا أو خاطئا هو معذر أو منجز يعني عذر عندنا أمام الله تعالى يوم القيامة في العمل بهذا الحكم الظني الخاطئ لأنه هذا ما بلغت إليه أفهامنا هذا ما وصل إلينا لا أن الحكم بذاته وواقعه ينقلب إلى حق وإلى صواب أبدا لا يقول ذلك علماء الشيعة نحن الشيعة مخطئة مخالفونا مصوبة أمير المؤمنين عليه السلام يذم أولئك المصوبة أهل الخلاف يقول أولئك القضاة الآن يحكمون كل وعد يحكم بحكم غير شكل في القضية عينها ويجتمعون عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أنتم حين جئتم بأصل الاستحسان مثلا لماذا جئتم به أدين الله ناقص يحتاج إلى استحساناتكم حين جئتم بالأقيسة الفاسدة أدين الله ناقص يحتاج إلى أقيستكم حين جئتم بالمصالح المرسلة بعمل أهل المدينة وغيرها من مباني جعلتموها مصادر للتشريع ورددتم بها بكل جرأة السنة النبوية والحديث الصحيح أدين الله ناقص يحتاج إليكم لكي تكملوه فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له مالك بن أنس أضراب أنتم شركاء الله والعياذ بالله فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى على الله أن يرضى أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه أي خيار تختارون إذا الدين كامل لماذا أضفتم إليه ما أضفتموه إذا الدين ناقص يعني قصر فيه النبي صلى الله عليه وآله أم الله أصلا أنزله ناقصا والعياذ بالله والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان لكل شيء وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لاختلاف فيه فقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق هذه الكلمة لماذا جاء بها أمير المؤمنين عليه السلام في هذا السياق للتدليل على أن كل حكم في كل واقعة إلى ما يشاء الله إلى يوم القيامة كل حكم في كتاب الله كل حكم ترى كل حكم كل مسألة ولكن نحن نعجز لماذا؟ لأننا لا ندرك الباطن العميق للقرآن الباطن العميق للقرآن لا ندركه يعني مسألة مستحدثة من المسائل الحديثة نحن لا نعرف مثلا الحكم فيها يمكن أن نستنبط من القرآن ولكننا نعجز لماذا؟ لأن عقولنا ليست عقول المعصومين عليهم السلام المعصوم يطلع لك هذا الحكم من القرآن في الباطن العميق ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أمرنا أن نرجع إلى القرآن وإلى العترة الطاهرة لأن العترة هي التي تفسر هذا الكتاب وتترجمه وتوقفنا على الباطن العميق له وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به لو رجع هؤلاء الذين خدعوا بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأضرابهم لو رجعوا إلى أئمة العترة النبوية الطاهرة لعرفوا أحكامهم من القرآن الكريم بلا حاجة لا لأقيسة فاسدة ولا لاستحسانات باطلة ولا لأحكام بالهوى والذوق والرأي والعرف والعمل ونحو ذلك من بواطيل جاء بها هؤلاء وحرروها أو أصلوها في كتبهم وجعلوها فقها لهم والطامة الكبرى زعمهم أن هذا الفقه المبتدع الذي يصرحون فيه بأنهم يردون به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله يزعمون أن هذا الفقه هو فقه السنة كيف صار فقه رد السنة فقه السنة وإن هذا إلا تناقض ومغالطة وكذب وخداع ودجل إلى هذه اللحظة تلاحظون إخواني إلى هذه الليلة إحنا يا جزء الآن العاشر تخيلوا عشرة أجزاء من هذه السلسلة لم يثبت حتى الآن أن هذه المذاهب الأربعة مذاهب السنة بمعنى المذاهب التي تلتزم بالسنة ولم يستطع أحد من مخالفين أن ينقض الذي قلناه والحقائق التي جئنا بها لم يستطع أن يثبت أن مذهب مالك مثلا مذهب لا يخالف السنة وأنى له أن يثبت ومالك بنفسه يصرح بمخالفته السنة لعمل أهل المدينة كما زعم ومن روى عنه من أعلام المالكية روى عنه أنه يقدم القياس على الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويرد حديث رسول الله الصحيح للعرف بل ويستحسن ويقضي أو يفتي بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان كهذه الفتوى الدنيئة العنصرية بعدما قال الاستحسان تسعة أعشار الدين أو العلم تعالوا أثبتوا لنا أولا أنكم أهل السنة ثم ادعوا أنكم أهل السنة لا أنتم لستم أهل السنة أنتم أهل الخدعة تخدعون الناس الكلام موجه لكبرائهم وإلا المخدوعون منهم فأسأل الله تعالى وكلنا نسأل أن ينتشلهم الله عز وجل من هذا الضياع من هذا الانحراف الخطير الذي أوصلهم لمثل هذه الأحكام الباطلة لاحظوا إخواني نحن أسلوبنا ليس كأسلوب الدعاة البكريين الذين يهاجمون التشيع بالتهريج أسلوبنا أوراق بحثية علمية دقيقة نبحث علميا وبتجرد لكي نرى هل ينطبق هذا العنوان على هذا المعنوان أم لا ينطبق هذا الوصف على الموصوف أم لا ونفتح المجال للنقاش تهريج من سوي إحنا من سوي تهريج كما يفعل الآخرون يتصيدون الأقوال الشاذة مثلا التصرفات التافهة لبعض من هم أصلا ليسوا يعني رموزا لنا ويهرجون تهريج في تهريج وأكاذيب وبواطيل والدعاءات فارغة نقلت لكم ذات مرة أنه هكذا صدفة في إحدى القنوات قنوات الراقصة البكرية أي ما أذكر الراقصة وصال الراقصة صفا ما أدري أي منهما يعني المذيع يطلع ويقول الشيعة والشيعة وإحذروا الشيعة ترى نساء الشيعة يقول حدثني أنا الخادم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله يقول لي إحنا في كل يوم في موسم الحج نقوم نأخذ السجاد في قسم النساء ونستبدله بسجاد جديد لماذا؟ لأن نساء الشيعة الشيعيات يأتين إلى هاهنا متعمدات في حالة الحيض حتى يلوثنا وينجسنا المسجد الله أكبر شوف الإسفاف في الطرح شوف شوف يعني لا يجد شيئا يشنع به على الشيعة إلا كذب مفضوح صلعاء قرعاء الله أكبر شيء يعني حقيقة بهذه الطريقة يهاجمك بهذه الطريقة يتكلم هذا طرحه مفلس هذا طرحه ما أدري الشيعة في ليلة العاشر يطفئون الأنوار ويقع اختلاط بين رجالهم ونسائهم فكلهم يزني بزوجة الآخر الله أكبر هذا الطرح تخيل يعني بهذا الطرح يريدون من الأمم المتحضرة أن تقتنع بما يطرحون شيخنا مثل ما كتبت هاي جريدة على الزوار نعم أحسنتم هذا خوش مثال جريدة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن الممولة سعوديا يعني جريدة سعودية قديمة من الثمانينات أو نهايات الثمانينات صدروها إذا تعرفوا هذه لذات الورق الأخضر زين كتبت قبل فترة أيضا كذبة يعني مفضوحة واضحة البطلان أنه ما أدري تقرير منظمة الصحة العالمية يقول أنه في موسم زيارة الأربعين زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين في كربلاء يكثر عدد اللقطاء والما أدري شنو ما تذكره الحمل غير الشرعي جريدة المفروض تحترم نفسها تقول هذا الكلام والحمد لله الذي فضحهم ومنظمة الصحة العالمية بنفسها كذبت هذا وقالت ما صدرنا مثل هذا التقرير والجريدة اعتذرت وسحبت الخبر من على الموقع الرسمي مالها وإلى آخره لماذا تلجأون لهذه الأساليب الرخيصة في الكذب والبهتاني على الشيعة لماذا ناقشوا علميا صيروا رجال مرة واحدة أظهروا الرجولة لنا مرة واحدة نريد نشوف بكم رجل رشيد ولا يوجد تهاجم الشيعة هاجم في شيء الذي ترى أنه بالفعل واقع لا تكذب عليهم هل كذبنا على مالك بن أنس نحن؟ أم جئنا باعترافاته واعترافات قومه عليه؟ وكل كلمة قلناها ذكرنا جزءها وصفحتها من تلك المصادر ما جئنا ادعينا ادعاءات ما قلنا مثلا مالك بن أنس إلى عصعص إلى ذيل تدرون بعض الكتب الذكر قديما قرأت أنهم يكتبون الشيعة لهم ذيل إلى الآن يعتقدون تفضل الشيعة ينبت لهم ذيل الرافضة ينبت لهم ذيل حقيقة ناس يعيشون في كوكب آخر بمعنى الكلمة وإلى الآن الأكاذيب تجتار وتستمر نفس الكلام يستمر الشيعة شنو الذين يعتقدون أن جبريل غلط بالرسالة ونزلها على محمد صلى الله عليه وآله كان مفوض ينزلها على علي بن أبي طالب عليهم السلام أكاذيب عجيبة يعني أكاذيب عجيبة ما خطرت على قلبي بشر يصنع لفيلم كامل فيلم كامل يسويه بالسيناريو بالإخراج بالموسيقى التصويرية بالحبكة الدرامية بالكذا وشويه يخلي معه شويه تبتي مثلا شويه يبتيها الشكل يمثل يعني يبتي كذا أنه هؤلاء يعني ما أدري طعنوا بالقرآن يقولون بتحريف القرآن طعنوا بعرض النبي صلى الله عليه وآله ما أدري يهدمون الإسلام ما أدري كذا نبتة شنو نبتة شنو نبتة يهودية شوف شوف الحبكة الدرامية شون بسوينا نبتة يهودية زرعتها يد نصرانية في أرض مجوسية الله شلون هشكل كوكتيل أديان طلع طلع تشيع طلع بها الطريقة يعني زين ومن هالكلام هذا وشوية بكي شوية ما أدري تهريج سخافات تمثيل ادعاءات ومن هالحاجي هذا وآخر شيء العرعور يطلع السيف ويوقف أمام الكاميرا وخلص ما يصير يا أخي هالشكل هذا مطرح علمي هذا ليس طرحا حضاريا وبعدئذ يضجون لماذا الناس تخرج من دين السنة أفواجا وتدخل في دين الرافضة أفواجا وزرافات ووحدانا لماذا وأين أنتم وأين الحكام وأين الحكومات وأين المأدري البقالين خلي الكل لازم يشتغلون لإيقاف المد الشيعي إنه سرطان أخطبوط أخطبوط يقول واحد منهم واحد شكلهم أعوذ بالله زين طالع يقول أشي أخطبوط أخطبوط داخل في كل مكان يا أخي هذا الخروج من دينكم والدخول في هذا الدين لسبب واحد أنكم على باطل قد ثبت بطلانه وأن على حق قد ثبتت حقانيته وأن الناس ما رأت في شريعتكم المحرفة في دينكم المزيف إلا الظلمات وما رأت في دين آل محمد إلا النور لهذا هم ينتقلون إلها هنا ويتحملون ويضحون المتشيع لا يكسب الدنيا حين يتشيع أي دنيا يكسبها الأمن يلاحقه عشيرته ترتد عليه أصدقاؤه يحاربونه قد يطردونه من العمل قد يسجن قد يقتل قد يسحل كما حصل في مصر فأي دافع يدفع هؤلاء لهذا الدين لهذه العقيدة النور نور المصطفى وأهل بيته صلوات الله عليهم لا يمكن أن يقنع المسلم سوية ضمير بدين يمثله مالك بن أنس لا يمكن دين يدمر أو مذهب يدمر قيمة هي من أعظم القيم في الإسلام وهي قيمة المساواة لما يقف على مثل هذه الفتوى أما الدنيئة كالسوداء أو التي أسلمت أو الفقيرة أو النبطية أو المولات فإن زوجها الجار وغيره ممن ليس هو لها بولي فهو جائز يقول ما هذه الفتوى الفتوى التي تستحقر البشر بلا ذنب منهم امرأة مجرد لونها أسود صارت حقيرة دنيئة امرأة نبطية عنصرها غير عربي خلاص صارت حقيرة امرأة فقيرة حقيرة دنيئة الله أكبر يقول أعوذ بالله لا يمكن أن يكون هذا هو دين الإسلام الذي نفخر به بين الأمم لا يمثلني هذا الدين أطلب الدين الحقيقي دين محمد بن عبد الله الذي يرفع الرأس افتخارا وينير القلب وتشرق به الروح هذا الدين الذي أطلبه أفتش وأبحث لا أجد هذا الدين لا عند أبي حنيفة ولا عند مالك ولا عند الشافعي ولا عند أحمد بن حنبل ولا عند الأوزاعي ولا عند ما أدري سفيان الثوري ولا عند الأشعرية ولا عند المعتزلة ولا عند الماتريدية ولا عند ما أدري أهل الحديث والسلفية ولا عند ما أدري الآن الموجود الجامية والمدخلية والأحباش وغيرهم لا أجد هذا الدين أين أجده في عترة النبي صلوات الله عليه أهل البيت الأدرى بما فيه هذا النور هو المطلوب فيا أمة الإسلام كفى كفى مشيا في دروب الضلالة كفى مشيا في دين أهل الخدعة امشوا في دين أهل السنة الحقيقي نحن الشيعة وأهل السنة فقهنا قائم على السنة نتحدى حين يصح عندنا الدليل عن رسول الله أو عند أحد من الأمة الأطهار عليهم السلام بعد مخاض فقهي طويل وعريض لا يمكن أن نتعداه لآرائنا لأذواقنا لما أدري استحساناتنا الشخصية ولذلك نرفض الاستحسان نرفض القياس نرفض المصالح المرسلة وغيرها من أصول ما أنزل الله بها من سلطان عندنا أربعة أصول فقط أو مصادر للتشريع الكتاب، السنة، الإجماع، العقل على تفصيل وحتى الأصلان الآخران الإجماع والعقل هما في حقيقتهما راجعين للأصلين الأولين كما يعرفه المتفقهون والحوزويون يعني الإجماع الذي هو حجة عندنا لا مطلق الإجماع بل الإجماع الذي دخل فيه المعصوم فهو رجوع إلى ما نطق به المعصوم ونطق المعصوم نطق رسول الله فهو رجوع إلى أصل السنة في حقيقته هذا بس نسميه إجماعاً اصطلاحياً هكذا والعقل أيضاً كذلك أما أصول أهل الخلاف مصادر أهل الخلاف ففيها بواطيل وضلالات كما قد تبين لكم يرد الحديث النبوي الصحيح للعرف والعادة ينقض الحديث النبوي الصحيح للقياس ينقض الحديث النبوي الصحيح والسنة المطهرة للاستحسان كيف يكون هذا دين الله فضلاً وكيف يكون هذا مذهب أهل السنة فضلاً عن أن يقنع أحد بمثل هذه النتائج التي خرجتها هذه المنظومة الفقهية والأصولية الباطلة فندعو أمة الإسلام جميعاً إلى أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الإسلام الحق يصححون إسلامهم كما فعل ويفعل الآن بحمد الله تعالى هؤلاء المؤمنون الذين أبوا إلا أن يصدحوا إسلامهم فيتصلون ويقولون نريد إعلان التشيع لقنون الشهادة قبل أن نموت نريد أن نصحح إسلامنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير حتى لا ننخدع بعقيدة أهل الخلاف التي تبطل التوحيد بتشبيه الله بخلقه إذ جسموه أو جعلوا له صفات صفات تشبه صفات البشر من وجه ويد ورجل حتى أصابع إلى ما هناك ونريد أن نشهد أن محمد صلى الله عليه وآله رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين حتى لا يأتينا أحد ويعطي مزايا النبوة لمن هو بعد النبي صلى الله عليه وآله كعمر مثلا لو بعث نبي بعدي لكان عمر خسئتم من قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثل هذا الكلام ما تأخر عني الوحي قط إلا خشيت أن ينزل على آل الخطاب يعني النبي هم يشكهم أحيانا كان يشك أنه يعني الله بالفعل جعله خاتم النبيين أم لا إذا شوي يتأخر الوحي يومين ثلاثة مرة يفكر يروح ينتحر كما تقول عائشة اللعينة يروح ثلاث مرات من فوق الجبل يريد أن يتدلى من شاهق يجي جبرائي لرفسه والعياذ بالله كما تروي عائشة ويمنعه إذا تأخر عليه الوحي يعني يضطرب نفسيا كان يعني يصورون النبي بصورة تجعله ماذا الناس تقول عنه مضطرب نفسيا هذا والعياذ بالله شوي يتأخر عنه الوحي يفكر بالانتحار وشوي يتأخر عنه الوحي يقول الظاهر الله بعد خلص يعني ما لحاجة فيه ويرح ينزل الوحي على عمر بن الخطاب يخليه هو النبي بعد شو نسوي بعد بس هذا اللي ناقص بعد النبي عمر بن الخطاب بس هذا اللي ناقص فأعطوا مزايا النبوة لعمر يأتيهم حديث هذا إن شاء الله يتبين ولعله تبين من ذي قبل أنه أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله الصحيحة الصريحة ينقضها عمر بن الخطاب فيمشون على قول من عمر كالطلاق البدعي مثلا يعني كتحريم المتعة مثلا وغيرها من صلاة التراويح بدعة نبي منع عنها عمر أجازها مشوا على كلام عمر وهذا صريح كلام مالك إحنا تبين لنا الآن فقو مالك ومباني أنه نعم تكفير وغير نعم كثير كثير شيء لمهن شيء لمهن يقولون ونريد أن نشهد أنه صلى الله عليه وآله مبرأ من كل عيب وشيء حتى هذه الأحاديث الباطلة أحاديث عائشة أو ما أدري أنس بن مالك وأبو هريرة أو ما أدري الأحاديث هذه التي تسيء لمقام النبوة تشين النبي صلى الله عليه وآله نبرأ إلى الله منها لا حاشاه النبي أبدا ما فعل الذي قالته عائشة أبدا ولا الذي قاله أنس بن مالك وأمثالهم ونريد أن نشهد أن علي ولي الله صلوات الله عليه هذا الإمام المظلوم الذي أعرضت عنه الأمة فوقعت في التيه والضلال هذا الإمام الذي عينه رسول الله وليا لأمر هذه الأمة قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي مولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث ما دار علي هو الحق والحق هو علي لا بد أن نقول الإمام الأول ولي الله الخليفة الشرعي بعد رسول الله وهذا الإمام لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم من الخونة المنقلبين على أعقابهم المتلاعبين بدين نبي الله صلى الله عليه وآله الذين حرفوه وزيفوه ونشهد كذلك أن بضعة النبي فاطمة الزهراء صلى الله عليه وآله ما أهل معصومين من الأئمة الأحد عشر مضافا إلى الإمام الأول فتكون عدتهم الاثنى عشر الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لا يزال هذا الدين قائما ما وليكم اثنى عشرة خليفة اثنى عشرة خليفة كلهم من قريش كلهم من بني هاشم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر نشهد أنهم حججوا الله يعني حججوا الله علينا أقوالهم أفعالهم تقريراتهم حجة علينا لماذا؟ لأنهم اكتسبوا هذه الحجية من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله ولابد أن نؤمن بهم وبالإمام الخاتم منهم المهدي المنتظر الموعود صلوات الله عليه وجعلني الله عز وجل من كل محذور فداه هذا الإمام هو إمام هذا الزمان حي مرزوق يعيش بيننا يلتقي بخواصه يحمي دين جده صلى الله عليه وآله يرعى هذه الأمة كتب تلك الرسالة للشيخ المفيد قائلا فيها إننا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم لا بد أن نؤمن بهذا الإمام وإلا متنا على عقيدة أبي لهب وأبي جهل من مات لم يعرف إمام زمانه ما تميتة جاهلية على دين أهل الجاهلية لا بد نتدارك أنفسنا ولا بد أن نبرأ إلى الله تعالى من عصبة المنافقين والمنافقات ولذلك نقول أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله ونشهد عليهم أنهم جميعا من أهل النار لأن الله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن سألت ما هو الدليل على نفاقهم أقول لك ابحث اقرأ لا تنخدع تكتشف أن أبا بكر منافق يقرأ كتاب الله يدلك على أن أبا بكر منافق في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فلماذا حرم أبو بكر من السكينة هنا مع أن الله تعالى يقول في موضع آخر فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين لو كان مؤملا لوجب أن تنزل عليه السكينة في أحوج ما يكون إليها حالة الاضطراب في الغار مشركون بعد يحوطونهم حرم من السكينة لأنه منافق لا يستأهل السكينة عمر منافق كذلك لو لم يكن منافقا لما تطاول على رسول الله التطاول على رسول الله آية المنافقين تطاول على النبي في رزية الخميس عائشة منافقة لأنها كذلك تطاولت على النبي صلى الله عليه وآله وقالت له كفرا بواحا إنك تزعم أنك رسول الله فما لك لا تعدل تتهم النبي في عدالته وتقول أنك تزعم أنك رسول الله وتكذب عليه كما في حديث المغافير وينزل الله فيها وفي حفصة ما أنزل في سورة التحريم من إثبات صغو القلب أي الزيغ والنفاق إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما فهؤلاء من أهل النار لابد من الشهادة عليهم أنهم من أهل النار هكذا نصحح إسلامنا والوقت ينضي من يستمع إلينا الآن رجاء يا أخان المسلم يا أختنا المسلمة تدارك أنفسكما قبل فوات الأوان بعدئذ لا تنفع الحسرة حسرة ما تنفع ما تقدرون بعدين تقولون بعد فوات الأوان ونزولكم في القبر وبدأ أول يوم من أيام الآخرة بالنسبة إليكم ما تستطيعون تقولون بعدين رجعونا رجعونا خلي نشهد ونصحح إسلامنا صححوا إسلامكم الآن الفرصة أمامكم صححوا إسلامكم صححوا عقيدتكم قولوا القول منا في جميع الأشياء قول آل محمد تسلموا والله مرتاحين بالك مرتاح لأنه يوم القيامة ماذا تجيب ربك إذا سألك أنه لماذا اعتقدت بكذا لماذا عملت بالمسألة الفقهية الكذائية مثلا تقول هذا قول آل محمد وهم أقرب الناس إلى نبيك يا رب أنا التزمت بقولهم فأنت في حل مرتاح تماما أما مالك بن أنس من الشافعي من كل واحد يحتاج على النب بالمنامات كما تبين في الأجزاء الماضية يعني يوم القيامة إذا الله سألك أنت لماذا صرت مالكيا وعملت بفتوى مالك الباطلة شا تقول له تقول له لأنه مالك قال لنا أنا رأيت رسول الله في المنام وما أدري قال لي أنت الذي تحيي سنتي وما أدري كذا وبعدين هم شوية بكيت وكذا فأنا صدكته يعني بالأحلام نأخذ ديننا من أناس أم بالنص سبحان الله والله شيء غريب هؤلاء القوم لا أعجب منهم لا أعجب منهم النبي ينص على أن عليا هو مولى المؤمنين نص 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 هو الحجة هو الإمام هو الخليفة هو الولي هو المولى ألفاظ متنوعة فيعرضون عن كل ذلك ويناقشون آه لا المولى مو هذا معناها ما أدري الإمام مو هذا معناها ما أدري الوصي مو هذا معناها الوصي يعني الوصي في أهله مو الوصي في كل الأمة ومنها الكلام هذا كله في حين لما يأتون مثلا إلى أحمد بن حنبل يقولون حجة الله إيش لون بالله حجة الله يقولون يشافوا بالمنام شافوا الله بالمنام يقول أحمد بن حنبل حجتي على خلق قال الصار حجة إذن علي بالمنامات وبالأحلام وبالخرطيات يوم القيامة شتجاوب ربك تقول لله أنا اتبعت هؤلاء بناء على الأحلام أحلام أقاويل حكاية العجائز تعال إلى النصوص على الأقل هذا أحوط أحوط حتى لو يكون هناك تفسيرات متعددة لتلك النصوص لكن هذا التفسير هو أحوط الأمة جميعا مجمعة على أن العترة النبوية لها فقهها الخاص صحيح أم لا لا خلاف في ذلك للعلم لا خلاف زين خلص الأحوط إذن نتبع هذا الفقه فقه العترة ونفتش عنه تنتهي الإشكالية يوم القيامة نحن في حل نحن أبرياء نكون أما الإصرار والعناد على اتباع هذه المذاهب الباطلة تحت عنوان ومسمى أهل السنة ويتبين كله خداع في خداع كذب ليس عملا بالسنة بل معادات للسنة محاربة للسنة أحمد بن حنبل يطمس من السنة ما يشاء ويأمر بالطمس لأنه لا يوافق أهواءه مالك بن أنس صراحة يقول أنا أرد السنة وأعمل بالعرف وأعمل بالاستحسان وأعمل بالقياس أبو حنيفة فحدث ولا حرج الشافع إن شاء الله سيأتي دوره ماذا يتبقى ليسوا أهل السنة ما ثبت أنهم أهل السنة على الإطلاق أي سنة هذه هذا إذا كانت السنة في الموارد التي عملوا بها سالمة أصلا سنة من إن شاء الله السنة التي تلقوها عن من عن أبي هريرة عن أبي الدرداء أبي موسى الأشعري ما أدري عائشة أية سنة هذه سنة خربطة لخبطة فيها أكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسنة كانت بالأصل محاربة أبو بكر حرق خمسمائة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عمر نفس الشيء فعل عثمان نفس الشيء فعل معاوية نفس الشيء فعل كلهم حاربوا السنة ضيعوا السنة سنة النبي لا تطلبها ولا تجدها إلا عند آله الأطهار وأصحابه الذين ثبت صلاحهم وصدقهم وقليل ما هم لأن معظمهم يرتدون على أدبارهم القهقرة ولا يخلص منهم إلا مثل همل النعم أو همل النعم كناية عن قلة القلة حديث الحوض الشهير الصحيح الموجود في الصحاح وَالَّذِي خَرَّجَهُ مَالِكٌ حَتَّى لَا يَكُونَ حُجَّةً للشيعاء للرافضة إنهم يخدعونكم والله يخدعونكم ويكذبون عليكم لا يريدون لكم أن تعرفوا هذه الحقائق يريدون لكم أن تبقوا على باطل دمروهم هؤلاء الأبالس في جثامين الإنس دمروهم واتبعوا الأئمة الشرعيين لتصلوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله الحقيقية حينئذ نرفعوا رأسكم وقولوا أهل السنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة هذا الذي نريد وإن شاء الله الكل يتشيع هالليلة حتى نفتك ونرتاح إن شاء الله